أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين إليه تشتاق نفوسهم وتهف أفئدتهم وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه وليوص أهله بتقوى الله وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها وليعد النفقة من المال الحلال وليتحرى الرفقة الصالحة وليتعلم فقه الحج وصفته وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة